سؤال يطرح نفسه بوضوح في هذا المضمار الذي أنا بصدده لماذا هذا التركيز على منهج اليماني الجواب لأمرين كان هذا التركيز في هذا البرنامج على منهج اليماني أولهما أول هذين الأمرين الذنب الواضح والواضح جدا في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة هناك ذنب واضح جدا وليس هناك من مدح واضح إلا للعدد الأقل للقلة الكثرة المتكاثرة من مراجع التقليد عند الشيعة إنني لا أتحدث عن الشيعة وعن كتب المراجع أنفسهم الذين يمدح بعضهم بعضا لا شأن لي بهذا الهراء إنني أتحدث عن كلمات أئمتنا فقد حدثونا عن مراجع التقليد عن فقهاء الشيعة في زمان الغيبة الثانية ذموهم أشد الذنب إنني أتحدث عن الأكثر منهم الأئمة ذم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ذنما شديدا واضحا ومدحوا القليلين منهم مدحوا القلة القلة القليلة هذا على مستوى الروايات والأحاديث أما على مستوى الواقع فإننا إذا أردنا أن نعود إلى كتب مراجع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا ولا زال الأمر مستمرا إننا نجد مكتبة غاطسة في الفكر الناصبي كتب تفسيرهم كتب عقائدهم فتواهم وفقهم إنني أتحدث عن طريقة الاستنباط عندهم بشكل واضح تركوا منهج علي وآل علي ونقضوا بيعة الغدير وارتكسوا في القذارات الناصبية على الأقل هذا ما أعتقده وقد أثبته بالأدلة والبراهين والحقائق والوثائق عبر مئات ومئات من الساعات وكل ذلك موجود على الإنترنت وكل ذلك يبث عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر فهذا هو الأمر الأول هناك ذم وتقبيح واضح لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة ولأكثر ما يسمى بفقهاء الشيعة في حديث العترة الطاهرة المدح للقلة القليلة والذم للكثرة المتكاثرة لماذا؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمامة مثلما خاطبهم إمامنا الحجة بن الحسن في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد وعبره خاطب مراجع الشيعة وخاطب أكثرهم وهو يقول صلوات الله عليه مذجنح كثير منكم يا مراجع التقليد عند الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو واقع أكثر مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة فما حالهم الآن إذا كان الخطاب في ذلك الوقت للأكثر سيتوجه الخطاب في يومنا هذا في ساعتنا هذه إلى الجميع الجميع نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمامة كتبهم عقائدهم أبحاثهم أبحاثهم فتاواهم طريقة استنباطهم تفسيرهم للقرآن كل شيء كل شيء صدر منهم هو في غاية البعد عن منهج علي وآل علي هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني المدح الواضح الأكيد لشخصية اليماني وهذا المدح له بسبب منهجه المرضي الشخصية الوحيدة في زمان الغيبة الكبرى التي صدرت الأوامر من الأئمة بوجوب طاعتها وبوجوب نصرتها وبحرمة الالتواء على مراده وغايته وبرنامجه هذا شيء واضح في كلمات المعصومين وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة ترجمة نانسي قنقر